لا تستغرب غرفة عمليات تأمين وحماية سرط الجفراء أن يفبرك مجرم الحرب قصة التفويذ المزيف بهذه الطريقة الرجعية المتخلفة التي تجاوزها العالم منذ عقود طويلة من الزمن لأنها ديدانته وعادته التي ألفها وتطبع بها فقد أكمل حياته من انقلاب إلى انقلاب ومن هزيمة إلى هزيمة ولم يعرف الوفاء ولا العهد يوما وهذا ما يعكس حمجية وغوغية ذلك المجرم وأثباعه وميليشياته وضحالة رؤيتهم وستزالت تفكارهم المهوسة بحكم ليبيا شاء أغلب أهلها أم أبو إن غرفة عمليات في هذا الوقت تؤكد على مبدأ النأي بالجيش والقوى المساندة له عن الدخول في دهاليز السياسة وأرويقة الحكم وتؤكد على الالتزام بالمهنية في أداء الواجب الوطني ويتؤكد الغرفة على هذا فأنها تطمن كافة أحرار الوطن بأن مقاتليها من أفراد الجيش الليبي والقوى المساندة له يواصلون تباتهم في ساحات القتال وأتقال الميليشيات المعتدية والمرتزقة متعددي الجنسية بالهزيم المتتالية غرب سرط وباتجاه شمال الجفرة حتى نقاط متقدمة كما لا يفوت غرفة عمليات تأمين وحماية سرط الجفرة أن تحيي قوات الجيش الليبي والقوى المساندة له من توارد السابع عشر من فبراير الذين آمنوا بطورة الحرية التي أطاحت بعروش الطغاء والمستبدين والمتغطرسين والذين يواصلون خوض معارك الشرف في بقاع شتى من بلادنا الحبيبة وفي هذا السياق تعرب الغرفة عن كامل جاهزيتها لاستجابة لأي أوامر تصدر من حكومة الوفاق الوطني والقائد الأعلى للجيش الليبي بشأن التقدم لدحر هذه الميليشيات والمرتزقة داخل الإطار الجغرافي المحدد لعمليات الغرفة بلا هوادة ولا تقهقر ولا مهاذنة للظالمين وأدنابهم أولئك الحالمون بقهر الأحرار من ليبيا وكسر شوكتهم بكافة السبل السياسية منها تارة والعسكرية تارة أخرى وأننا لا منتصرون وأن قضيتنا العادلة لن تهزم أبداً بعون الله حفظ الله ليبيا